موسيقى أحياكم الله ومشاهدين كلامنا سهلا بكم في برنامج المؤشر نتابع معكم ختام تداولاتنا على هذه الجلسة وهذا التباين وكذلك سيولة لما وصلت حتى إلى 70 مليون في هذه الجلسة نتابع إن شاء الله تفاصيلها مع هذا الغلاق ومع الزميل العايد من استيديوهاتنا في بورصة الكويت حياك الله أبو عبد الله مساء الخير راد مساء الخير مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم أسدل الستار على بيتك والأهل المتحدة البحرين وعين ارتفاعات قياسية في بداية الجلسة لكن سرعانا ما تراجعت وحدت من المكاسب ولحظنا ارتفاعات كذلك لبعض الشركات الأخرى ولعن الأمور جدا متازة مشاهدين الكرام وتلونت موشرة سوق الأول منظر الخضراء ولكن السوق الرئيسي تعرض لضغط بيعي واضح وتراجعات واضحة في هذه الجلسة خلنشوف معاكم مشاهدين الكرام طبعا قبل أن ما عندي وقت لازم نشرح جميع الشركات لأن الوضع العام جيد لحد الآن لكن سولة أقل من المعتاد رأينا سولة أقل بالنسبة للقوة الشرائية بالنسبة للسوق الأول عكس الأيام الماضية وكذلك للسوق الرئيسي اللاحظ مشاهدين الكرام السوق الأول 51 نقطة 51 مليون آسف والسوق الرئيسي 18 مليون و70 مليون و265 يعني كنا متوقعين سولة تكون أكثر اليوم لكن يعني مثل ما شايفين مشاهدينا تعرض السوق لبعض الضغوط البيعية بالنسبة لكثير من الشركات وخاصة الشركات القيادية في أثناء الجلسة الخليج كان متراجع بأربع فلوس تقريبا لكن رد مرة ثاني صعد أربع فلوس بيتي كان صعد عشرين فلس أقفل على صعود أربع فلوس تداول أربعة عشر مليون وخمسمية كذلك الأهل المتحد البحرين كان صعود أكثر من هذا الصعود لكن أقفل على صعود جيد تقريبا أربع فلوس كان صعد أكثر ثلاثمية وثمانية حالية معروض مليون وثمانمية تقريبا مشاهدين الكرام يعني في شركات كثيرة مشاهدين تعرض دخول قواضح للأهل المتحدة البحرين في هذه اللحظات دخول على الاستهلاكية في هذه اللحظات يعني في شركات صار عليها دخول في هذه اللحظات مشاهدين القواني قاعد تكلم قاعد ترتفع السولة في هذه اللحظات بصورة واضحة أما بقية الشركات اليوم عندي الامتياز اليوم تتراجع بطبعا اجتماع مجلس دارة اليوم الامتياز المشاريع اليوم نجم نجوم التداولات السمارات الوطنية كذلك نجم التداولات الغانم كذلك اليوم يرتدي داتا طيبة بعد إعلانه عن اجتماع مجلس دارة يوم الأحد الغادم يعني هذه بالنسبة للشركات القيادية كذلك المتكاملة استمرت بالصعود ميزان تتعرض لعملية جني أرباح مستحقة بعد صعود غو جدا لميزان السوق الرئيسي اليوم أثر عليه يعني أونفست أمانتا أونفست اللي تراجعت بالحدود الدنيا تقريبا مرتين ولحظنا فيها تراجعات كبيرة جدا يعني 25 فلس تقفل على تراجع 25 فلس وهي تراجعات واضحة مشاهدين الكرام لأونفست وكذلك بعض الشركات الأخرى لكن الوضع العام جيد ولحظنا يعني بعض الشركات اليوم تألقت بصورة كبيرة جدا وخاصة يعني استهلاكية اليوم فيها تداولات جدا قياسية والصعود غو جدا بعد دخول الكابلات كامالك بنسبة 5 بلمية وكذلك لاحظنا يعني ارتفاعات جيدة للأهل الكويتي اللي يعني مع الخليج موضوع الدمج يعني السيناريو القادم الخليج وكذلك الأهل المتحد البحريني المشاريع والقرائب بالكماويات يعني هذه عمليات الدمج القادمة مشاهدين الكرام أعتقد أنها راح تكون كذلك وقود جيد لسوق خلال الفترة الماضية والقادمة إن شاء الله ولكن قدا هو اجتماع من المجلس احتلاط فدرال الأمريك لربح الفائدة وتوقع أن ترتفع الفائدة ونقطة واحدة لذلك ممكن تأثر على سواق المال العالمية هذا اللي كان فيه خوف اليوم من بعض الأخوان في بعض الشركات وبعض المضاربي لذلك صارت عملية بيع واضحة لهذه الشركات لكن في المقابل الوضع جدا جيد ودخول جدا ممتاز على كثير من الشركات شوف معاكم بعض الشركات السوق الرئيسي في هذه اللحظات ونأمل إن شاء الله أن ترتفع سولة في إغفالات بعد المزاد في هذه اللحظات وقعت ترتفع سولة رويدة رويدة ولكن إحنا إن شاء الله نشوف سولة أكثر من هذه السولة في قادم الأيام إن شاء الله نلاحظ إيفا اليوم ترتفع بعد أن كانت 102 ارتفعت 100.9 الأولى كذلك بيرتفاع جيد عندي كامكو ترتفع ذلك الفلوس اللي كامكو ننتظر نتائج المالية وطنية دولية القابضة اليوم وضعيتها مختلفة تماما من 138-12 فلس وطنية دولية القابضة الصفات والديرة على التراجع ونلاحظ اكتتاب كذلك بيرتفاع نور على تراجع آسيا وراسيات في المنطقة الخضراء راسيات كانت متراجعة لكن ارتفاع جدا جيد كويت للتأمين كذلك بيرتفاع جدا إيجابي وكذلك الصالحية العقارية والله عندي لون الأحمر اليوم لإنجازات الماء عربية عقارية تجارية سنام فيما ارتفعت اليوم عيان العقارية وعقار والعقارية ونلاحظ مشاهدين الكرام أرجان وأركان في المنطقة الخضراء لكن تراجعت مدينة الأعمال ومنازل ومينة وارتفعت مراكز في هذه الجلسة وكذلك المعادن وسفن تتراجع 14 فلس السفن تتراجع 14 فلس ولكن عندي آنة الاستهلاكية هي الأفضل وهي الأبرز عشر الفلوس وصالت اليوم 32 تقريبا ونشاط واضح على الاستهلاكية 33 مليون و51 يعني الاستهلاكية من أنشط الشركات المشاهدين الكرام تداولا ومثما قلت لنا قبل شوي دخول الكيبلات كمالك جديد الصربوخ المتراجع وربع كابيتل بارتفاع سكرنا في هذه اللحظات مشاهدين الكرام على سيولة 70 مليون و740 70 مليون و740 ارتفاع السوق الأول 42 نقطة تراجع السوق الرئيسة 27 نقطة السوق العام 22 نقطة ارتفاعا الرابط اليوم كذلك بارتفاع فيما أريده اليوم اجتماع مجلس إدارة أريده اليوم اجتماع مجلس إدارة اليوم تراجع 39 بعد الصعود الأمس حوالي 130 فلس تقريبا المعامل كذلك بتراجع بيت الطاقة بارتفاع لكن عندي إيفا فنادق اليوم مرتفعة وآبار والتحصيلات وامتيازات والنخيل فيما المشتركة تتراجع 21 في الصعود غوي جدا المشتركة في الأيام الماضية تتراجع لجني الأرباح يعني التراجعات لبعض الشركات اليوم بجني أرباح أنا ممكن طوفت شركة اللي هي أسيكو اليوم فيها نشاط واضح حصلت 239 لكن أقفلت على 135 عندي أنا جياد بارتفاع وكذلك المواشي وتراجع لبعض الشركات كلفجيرة والغابضة المصرية وجي أف إتش المتراجع بنصف فلس كان متراجع أكثر وستي سي 25 فلس ولاند العقارية بيرتفاع والمنار بيرتفاع وجي تي سي بتراجع فلسين ولكن أكثر تراجع هي اليوم في السوق تقريبا هي أنفست المتراجعة بـ 25 فلس بتداولات 34 مليون وستمية وثمانية واربعين جلسة جيدة نوعا ما مشاهدين الكرام جلسة يعني نتمنى إن شاء الله أن تجلسة تقدها تكون أفضل منها خاصة بالنسبة للسوق الرئيسي لتراجع بقوة في هذه الجلسة نتيجي تراجعات بعض الشركات لأثرت بدورها على حركة المؤشر لكن في قادم الأيام الكلي توقع الأفضل إن شاء الله ولكن ننتظر قدا مجلح الاحتياط الفدرالي الأمريكي ورفع الفائدة إن شاء الله يعني تعدي على خير ونشوف الأمور تتحسن في أسواق المال العالمية ومن ثم إن شاء الله سوقنا ونأمل التوفيق للجميع وكل شكرا لك راد ولمشاهدين الكرام شكرا لكم عبدالله يطيك العافية إذا مشاهدين الكرام هكذا كانت جلستنا لهذا اليوم بعد الدمج التاريخي بين بيتك والمتحد والتي أيضا كانت متوقع أن تكون بسيولة ربما تكون أكثر من سيولة اليوم التي وصلنا فيها حتى اللحظات الأخيرة من عمر هذه الجلسة إلى 70 مليون لكن النتيجة كانت تباين بين مؤشرات السوق ارتفاع لمؤشر السوق الأول وكذلك العام بينما التراجع من نصيب السوق الرئيسي شكرا معكم تفاصيل هذه الجلسة ونقرأ أيضا أبعاد خبر الاستحواذ مع ضيفنا المستشارة تصادر أستاذ علي لعنزي حياتك أستاذ علي يا أهلا مرحبا فيكم أهلا أخي بوفايد رحب فيكم أستاذ المشاهدين الكرام إلى أي مدى هذا الدمج التاريخي ممكن أن يضفي في المرحلة المقبلة بمكاسب على مؤشرات السوق وأيضا خارج السوق لا شك أن عملية الاستحواذ للمرة الأولى تحصل بهذا الحجم في السوق الكويتي وبهذا الشكل وهناك منافع كثيرة من هذا الاستحواذ قد يكون استعرضوا هذه المنافع في الجمعية العمومية أمس دم الإعلان عنها في شتى الوسائل الإعلامية إذن متوقع أن يكون هناك ارتفاع في أرباح بيتك لا شك بعد هذا الاستحواذ لهذا الحجم الكبير من أهل المتحد كذلك لا شك أن بيتك سوف يكون بوزن أكبر الآن سيأخذ الوزن أهل المتحد سينتقل وينضم إلى بيتك بالتالي الآن حجم أهل المتحد سوف يكون أكبر أعتقد أن تداولات بيتك سوف تنشط ولكن سوف تكون تعويضية أيضا كان أهل المتحد نشط خلال الأعوام الماضية وكان دائما ضمن الشركات الأكثر نشاطا وأكثر سيولة سوف تنتقل الآن هذه السيولة إلى بيتك قد يكون هناك أيضا رفع لوزن بيتك في مؤشرات الأسواق الناشئة إذا لم يكن هناك أوزان لأهل المتحد في هذه المؤشرات الآن سوف تدخل زيادة في الوزن فإذن قد يكون عمليات شراء من أجانب أيضا ممتاز هناك ضغط بيعي أيضا في السوق الرئيسي على بعض الشركات ونفس أشهرهم اليوم في هذه الجلسة تعليقك على السوق الرئيسي وتراجعاته اليوم السوق الرئيسي تراجع بسبب واحد هو سبب ارتفاع أمس أمس كان مرتفع بسبب ارتفاع شركات الاتصالات أمس ارتفاع كبير لأستيسي ولأوريدو اليوم تراجع السهمان لأعلن أستيسي عن أرباحه قد تكون أرباح أقل من الطموحات لا شك أن هناك نمو تشغيلي في أرباح الشركة ونمو جيد ولكن مقارنة مع أرباح العام الماضي كعائد على السهم أقل 15 فلس كانت 17 فلس توزيعة أيضا استيسي الماضية لن تعود بسبب أن الشركة أيضا ضاعفت رأس ما لها بالتالي عدد أسهم أكبر لذلك رأينا هذا التراجع وسهم أيضا أنفست التراجع بعض الأسهم سقيرة ولكن ذات قيم كبيرة أيضا والتداولات السيولة محدودة أيضا أثرت على سلوك السوق الرئيسي ولكن إجمالا سوق الرئيسي خلال آخر أسبوع من هذه الجلسة إلى الجلسة الماضية يتداول بشكل جيد جدا ونحن تحدثنا سابقا إذا كانت هناك تداولات جيدة للسوق الرئيسي هي تعطي مؤشرا إيجابيا لما بعدها من جلسات بأن هناك نشاط عام في السوق بيانات السيسية على ذكرها نصف سنوية كيف توقعتها وكيف رأيتها هل كانت متوقع أو أقل لا حقيقة هي أقل من المتوقع 15 فلس أقل من المتوقع كان سنة الماضية 17 فلس بالتالي هناك تراجع كان العائد على السهم الشركة ضعفت رأسمالها حولت الأرباح رسملت الأرباح عبر توزيعهم منحة 100% إذن هناك دخل رأسمال جديد على الشركة من خلال الأرباح توقعنا أن يكون هناك أفضل ولكن هناك أيضا لا ننسى أن هناك نموذ في التشغيل الأرباح التشغيلية للشركة مرتفعة ولكن تراجع الأرباح قد يكون له بنود ما بعد الأرباح التشغيلية هي من خفضت هذه الأرباح إجمالي أوصاف الأرباح قد يكون أيضا زيادة في التكاليف هي من ألقى هذه زيادة المضطردة في الأرباح بشأن بيتك في المرحلة السابقة كنا نعتمد أو دائما تكون عوامل أساسية في ارتفاع وتحرك السهم بشكل واضح والدخول عليه يكون بأخبار أو تسريبات عن موضوع الدمج الآن أسدل استثار على هذا الموضوع ما المحركات ما العوامل اللي ممكن نشهدها ويتلمسها المتداول في المرحلة المقبلة بخصوص بيتك أعتقد أول عوامل هو مدى يعني تحريك وزن بيتك في مؤشرات الأسواق الناشئة عامل مهم جدا بيتك الآن يعني بدءا من الآن يعد أنه استحوال انتهى الاستحوال فقط إجراءات ما بغي إجراءات روتينية لعملية الإلقاء أهل المتحد وضم المساهمية أهل المتحد عبر أصدار أسهم لهم قد يكون أيضا هذه فترة زمنية محدودة طبعا نعم من أربع إلى ستة شهر كما جاء في حديث الرئيس من دار أمس أيضا نتائج الأعمال لبيتك خلال النصف الأول هناك نمو كبير جدا للوطني واليبوبيان هناك تراجع للمخصصات تراجع كبير للمخصصات لذلك رأينا نمو كبير في الأرباح لهذه البنكين إذا ما كان هناك أيضا نمو لبيتك يحرق السهن أيضا نعيد ونكرر أن التوزيعات نصف السنوية مدى المقدرة على التوزيع خلال هذه الفترة مدى التحفظ أيضا من توزيع أرباح خلال النصف الأول سوف يؤثر بشكل أو بآخر على أداء بيتك على استقطاب أيضا أو جذب أموال استثمار جديدة في هذا المقدرة هل ممكن نشهد أيضا حالات اندماج جديدة أيضا بين الشركات أو في قطع المصارف تحديدا؟ نحن الآن لدينا يعني منتهين من بيتك وأهل المتحدة أيضا الأهلي والخليج أيضا اندماج بقية البنوك لا أعتقد لأن هناك تباعد بينها أيضا قد يكون أو استقلالية لكيانات كاملة لذلك لا أعتقد أنها سوف نشهد اندماج غريب ممتاز الشركات الصغيرة والمضاربية التي لا نشطت حتى في هذه المرحلة ما المحفز لها في قادم الأيام؟ الأرباح فقط الأرباح اليوم رأينا التجارة في بداية الجلسة انطلق ارتفع بالحد الأعلى نتيجة أن هناك نمو بالأرباح أكثر من الضعف فبالتالي هذه الأرباح حركت هذا السهم وأي شركة تبين أرباح جيدة وبنمو وقد يكون نتوقع أن توزع عوائد في نهاية العام أو حتى في بعض الشركات توزع عوائد نصف سنوية من الأسهم الصغيرة لا شك أنها سوف تحرك هذه الأسهم ولكن عدد ذلك أو أخبار صفقات كبيرة أو اندماج أو حتى في بعض الشركات لدينا مهمة جدا وهناك أحكام تنتظر أحكام وفصل في غضايا أيضا الفصل في الغضايا قد يكبدها خسائر كبيرة وقد يكبدها أيضا عكس لمخصص هذه القضايا فبالتالي الأرباح الأخبار ذات التأثير الجوهري على الشركات الصغيرة هي من يحرك الشركة تكون محرك نعذرش أشكرك جزيلا الشكر مسجد صادر صادر الإعنسي على هذه المحات حول الجلسة اليوم والشكر موصول لكم مشاهدي ومتابعي برنامج المؤشر نلقاكم إن شاء الله على خير في تداولات يوم الغد إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظة ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة